موسيقى أهلا بكم غاد الهدوء للشارع التركي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد يوم الأحد جولة أولى ساخنة تصدرها الرئيس الحالي رشب طيب أردغان ومنافسه الشرس كمال جيلتشار أغلو ورشحه تحالف الأمة تأجل الحسم في تنافس رئاسي لجولة ثانية تحدد موعدها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري استقطاب كبير عكسته نسبة المشاركة العالية وترقب واضح من جميع القوى السياسية والاجتماعية وحتى من الفاعلين الاقتصاديين لما سيقول إليه الوضع الراهن قراءة ترى أن الشعب التركي قد يفضل انتخاب أردغان في الجولة الثانية ليضمن تناقص سوقا بين الرئاسة والبرلمان وليتجنب التضارب المحتمل بين السلطتين في حال فوز قلجر أغلو قراءة أخرى تجزم بأن التحالف الذي استطاع أن يقحم أردغان في دور ثاني ولأول مرة منذ وصوله للسلطة عاقد العزم على قلب الموازين بعد أسبوعين لمحللين نحن أيضا في قابل نقاش تقييماتهم لنقاط قوة وضعف الطرفين بعد عقدين من حكم الرئيس التركي وتوقعاتهم للفائز والخاسر في الجولة المرتقبة في حلقة بعنوان تركيا تجرب للمرة الأولى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة اتجاهات الحسم يشاركنا في التحليل والنقاش من اسطنبول دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية من اسطنبول أيضا الأستاذ طه عودة أغلو الكاتب البحث السياسي ومن باريس ينضم إلينا دكتور رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس كما تعودنا نبدأ الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة هذه النتائج التي أفرزها اقتراع الأحد أهي نتيجة متوقعة للمعارضة؟ أم عقاب مؤقت؟ ليقول أيضا ريسالة لأردغان يعقبه الحسم أبدأ معك دكتور سمير بعد التحية للجميع أولا يعني طبعا المعارضة كانت تتوقع نتيجة مختلفة تماما عن النتيجة الحالية حسابات الحقل والبيضاء لم تتفق لكن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أيضا تحت سقف البرلمان تراجعت أصواتي ورغم ذلك مازال الحزب الأول في تركيا كيف ترى الأمر أستاذ طاها؟ يعني أنا بتصوري أعتقد بعد تحياتي للجميع تصوري أعتقد كانت هي مفاجأة بالنسبة للمعارضة خاصة أن المعارضة التركية كانت رفعة السقف عالي عندما تحدث كريشتار أغلو بينما سوف يحصلون على 60% على عكس الحكومة أو الحزب الحاكم أو تحالف الحاكم تحدث عن حسم الجولة الأولى من 50-51 ولكن كانت هي مفاجأة بالنسبة للحزب الحاكم فيما يتعلق بالأغلبية في البلمان وكما تحدثنا سابقا بأن نعم كانت هي مليئة بالمفاجأات وهذا ما تبعناه وهي سوف تكون حامة محملة بمفاجأات أكثر خلال أيام المقبلة طيب دكتور رامي هل هي نتيجة متوقعة هذه الانتخابات بالنسبة للمعارضة ما هي عقاب أو رسالة لنقول لأردوغان مخيب الأمال بالنسبة للمعارضة سواء على المستوى البرلماني أو على المستوى الرئاسي ولكن باعتقادي أن الرئيس رجل طيب أردوغان هذه لعبته وهو يدرك تماما العمق الشعبي والواقع الاجتماعي في تركيا واستطاع التعامل معه بشكل جيد مما أثمر هذه النتيجة التي أبقته عنصرا ورغما صعبا في المعادلة السياسية لهذه العنوين تفاصيل برهين نستفيد فيها بعد حين مرحبا بكم من جديد أبدأ معك دكتور سمير ما هي الأسباب؟ ما هي العوامل التي فشل فيها الطرفين من الحسم والفوز من الجولة الأولى؟ ما سر في هذا التقارب اللافت بين أردوغان وبين خصمه أغلو؟ صحيح أظن أنه بالنسبة للمعارضة بين أسباب فشلها في الفوز في معركة الرئاسة تحديدا يعني محاولة رفع سقف التوقعات وطريقة الاستفافات وطاق الكثير من الوعود الانتخابية التي لم تقنع المواطن التركي الطاولة السوداسية مشروع الطاولة السوداسية بحد ذاته لم يقنع المواطن دخول ميرال أكشناري ومغادرتها الطاولة ثم عودتها إليها مجددا كان عامل سلبي على الطاولة وعلى القواعد الشعبية الدائمة للتحالف الصوت الكردي الذي كان يدعم مرشح المعارضة كما الكلشدر أقوله من الخارج لكنه في نفس الوقت ذهب باتجاه دخول المعركة البرلمانية بشكل مستقل هذه المعادلة أيضا لم تقنع الناخب التركي بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أيضا بعد 21 عاما من الحكم من السلطة طبيعي جدا أن تتراجع أصواته سواء كان على مستوى الأرقام المعركة الرئاسية أو على مستوى البرلمان لكن رغم ذلك كما قلت لك استطاع تشكيل هذا التحالف هو آخر التحالف الرباعي إذا جاءت التعبير وتأمين السد النقص في الأصوات والوصول إلى هذه النتيجة لعبت كثير من الأوراق بشكل صحيح حزب العدالة والتنمية بينما المعارضة في الجانب الآخر لعبت أوراق خسيرة كثيرة ورغم ذلك كانت متقاربة جدا ولم يتمكن الرئيس أردوغان من الحسم من الجولة الأولى وهذا طبعا لأول مرة يحدث في تاريخ الحديث أو في تاريخ التركي منذ بداية الانتخابات سيد طاها ما هي قيرة أتوكا ودلالات نسبة المشاركة العالية جدا وهي فعلا مبهرة 88.8% وما هي توقعاتك للجولة الثانية يعني أنا التصور أعتقد كان هناك إقبال كبير وكما تابعنا 88% للمرة الأولى منذ سنوات عديدة بأن الشعب التركي كان عليه أن يختار مصارين مصار هو الاستمرار مع حكومة حزب العدالة والتنمية مع أردوغان مع الانجازات التي حققت خلال السنوات الماضية أو مع كريشتار أغلو الذي وعد بربيع جديد في تركيا والتي هي جاءت كما تعلمين بعد حالة من الإحباط وأستخد في الشارع التركي ضد رئيس أردوغان وسياسة أردوغان كانت عصير الداخلي والخارجي خلال السنوات الماضية كان هذا هو بين نسبتين أو بين مصارين وخاصة لاحظنا أيضا فيما يتعلق بشريحة الشباب التي هي صوتت بعداد كبيرة وكما تابعنا بالنسبة للشباب هي الأستوات راحت أو ذهبت معظمها إلى حزب العدالة والتنمية إذا تحدثنا عن الجولة الثانية أنا بتصور أعتقد حاليا أردوغان حظوظه أوفر بكثير لماذا؟ لأنه إلى حتى هذه اللحظة هو حقق نصف انتصار أتحدث عن نسبة المشاركة في الجولة الثانية سنعود إلى حضوظ الطرفين خلال الحلقة نسبة المشاركة 88.8% هي نسبة مبهرة وكبيرة جدا بالنسبة للدولة الثانية هل يمكن أن تصل مع هذا الاستقطاب الكبير والشحن في الناخبين يمكن أن تصل إلى هذه النسبة أم لا؟ لا أتوقع أن تصل لهذه النسبة لماذا؟ لعدة أسباب أن هناك عدد كبير من الأحزاب هي خسرت وعلى خصص لن تكون هناك مشاركة النقطة الأخرى وهي حالة الإحباط وخيبة الأمل في صفوف حزب الشعب الجمهوري هناك نلاحظ حالة من ارتباك داخل هذه الصفوف أيضا فيما يتعلق ببعض المناطق على سبيل المناطق المنكوبة من السلسال عدد كبير منهم توجهوا بدعم أو بمساعدة من قبل الأحزاب يعني تم نقلهم من مدن إلى مدن أخرى ولكن هذه المرة أتصور أن تكون الإقبال هي أقل بكثير ما كانت عليه في أجول الأولى أعود إليك دكتور رامي دكتور أود أن أخذ رأيك باختصار حول هذه النتيجة عدم قدرة أي طرف من الحسم وثانيا لماذا جلبت انتباه العالم هذه الانتخابات هناك طاولات ونقاشات في كل دول العالم حول الانتخابات وانتظار النتيجة ومن سيحسم ولماذا فعلا نقاشات عميقة في تونس مثلا هناك صخب حول هذا الموضوع نفس الشيء في دول أخرى والاهتمام كان كبيرا إما من صناع القرار ودوائر طبعا الدبلوماسية أو حتى من الناس العامة كيف يتفسر هذا الموضوع أولا حقيقة عدم قدرة أي طرف الحسم لأن هناك نقاط ضعف ربما أشار إليها الدكتور سمير ولكن أضيف فيما يتعلق بحزب العدالة والتنمية أنه جاء في مرحلة لاحقة مرت بها تركيا مرحلة من الضعف الاقتصادي تدني في الليرة تضخم كبير للغاية وهناك خيبة أمل على مستوى الشباب وخصوصا في مستوى المدن الكبرى حيث هناك تصويت لصالح المعارضة وهو الذي أدى في انتخابات البلديات إلى وصول إمام أوغلو على سبيل المثال ممثلا للمعارضة وبالتالي الحقيقة في المدن الكبرى كان هناك تصويت لصالح المعارضة ولكن في الأوساط المحافظة كان التصويت بشكل أكبر للعدالة والتنمية أنت أشرت إلى نقطة على غاية من الأهمية وهي أن هناك اهتمام كبير لأن ما يحدث الآن في تركيا هما خياران متناقضان سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج هناك حالة من الانقسام الكبير على مستوى المناطق على سبيل المثال في عمق الأناظول كانت تصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في سواح البحر إيجا كانت تصويت للمعارضة العلمانية الأكراد صوتوا لمشروعهم الكردي ولما يفيد مشروعهم الكردي وبالتالي باعتقادي أنه في نهاية المطاف هناك حالة انقسام حاد داخليا هذا انعكس على مستوى السياسة الخارجية إذا ما فاز رجل طيب أردوغان فذلك يعني استمرارا في العلاقة الجيدة مع الجانب الروسي في أخذ موقف بعيد عن موقف حلف الناتو الداخل الآن في صراع استراتيجي كبير مع الجانب الروسي علاقة متوترة أيضا مع الدول الغربية والدول الغربية فعلا كانت تتمنى أن يكون هناك تغيير في أنقرة يؤدي إلى تحسين العلاقات مع الدول الغربية وبالتالي ما يحدث الآن أن هناك انتخابات سوف تؤدي إلى تغيير في السياسة الخارجية وبالتالي كل الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية مهتمة بنتائج هذه الانتخابات لأنها تدرك بأنه سوف يبنى على هذه النتيجة سياسات خارجية تؤدي إلى تغييرها في مستوى التوازنات الدولية لذلك الغرب كانت أنظاره مسمرة على نتائج الانتخابات في تركيا وهي مهمة للغاية الناس العادية يعني المتابع العادي لأي قضايا لماذا هو مهتم يعني هناك احتقال مثلا في لبنان أو في تونس عندما يتم تنقاشه هذا الموضوع لديك تفسير الحقيقة لأن هناك خطاب ايدلوجي في تركيا معكس على مستوى المنطقة كما تعلمين فأن رجل طيب أردوغاني ممثل للإسلام السياسي الذي له وجود في الدول العربية أنت كما تعلمين حزب النهضة في تونس على سبيل المثال هناك إشكاليات كبيرة معه وهناك حالة جدلية كبيرة وبالتالي ما يحدث في تركيا ينعكس على ما يحدث في تونس بالمناسبة الأمر نفسه يتكرر في مصر يتكرر في الأراضي الفلسطينية وفي مناطق متعددة حيث هناك حضور للإخوان المسلمين المتعاطفين بشدة والذين ينظرون إلى أن النتيجة في تركيا هي نتيجة لهم ولوجودهم بل والمستقبلهم أيضا صحيح صحيح دكتور سمير أعود إليك طبعا هذه الانتخابات هي انتخابات رئاسية وأيضا انتخابات تشريعية في الانتخابات التشريعية تحالف الرئيس رجل طيب أردغان تمكن من تحقيق أغلبية نيابية مهمة جدا بـ 322 مقعدا على 600 مقعد موجودة وتم طبعا الانتخاب عليها ما العوامل التي خدمت الحزب الحاكر ومن معه في هذه الانتخابات لتحقيق هذه النتيجة ولم تصعف الرئيس في الانتخابات الرئاسية ما هو تحليلك لهذه النتائج يعني أنا أظن النقطة الأساسية هي قناعة الناغب التركي بأن مشروع التغيير أو حملات التغيير التي تبنتها المعارضة لم تطمئن للمواطن ولم تقنعه بأن الوعود الانتخابية قادرة على تغيير المعادلات في تركيا لذلك المواطن اختار عملية الاستمرار مع الحزب الحاكم العدالة والتنمية ومع تحالف الأمة النقطة الثانية صحيح أن المواطن دعم الاستمرار مع حزب العدالة والتنمية لكن أظن من خلال نتائج الاختراع سواء كان على المستوى البرلماني أو المستوى الرئاسي هذه النتائج ستدفع حزب العدالة والتنمية لذهب وراء التغيير في إطار الاستمرار أيضا يعني الاستمرار مع العدالة والتنمية ولكن بإتجاه إطلاق سياسات جديدة مغايرة على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج النقطة الثالثة باختصار برأيه الملفتة هنا والتي فتح المواطن التركي أمامها هي أصوات القوميين في تركيا ارتفعت إلى حوالي 20-25% وفي المستقبل هذه المسألة قد تتحول إلى كتلة مؤثرة في تحديد الخيارات والتوجهات في الداخل التركي نقطة مهمة جدا معك وستها أود نحلل ما حققته المعارضة وأحساب المعارضة داخل البرلمان حزب الشعب الجمهوري حل في المرتبة الثانية بعد العدالة والتنمية بـ 25% ربع البرلمان تقريبا حزب الحركة القومية 10% وما أشر إليه الآن أستاذ سمير تحالف الأمة وهو طبعا خصم لأردغان في الرئاسية سيحصل على 212 مقعدا تقريبا هناك أيضا نصيب تحالف العمل والحرية ستوسين مقعد هذا التشردم في المعارضة داخل البرلمان كيف سيؤثر على عمل البرلمان مستقبلا وهل يمكن أن يؤثر على نتائج الرئاسية بعد أسبوعين أنا بتصور أعتقد نتائج الانتخابات البرلمانية سوف يكون لها تأثير في المرحلة المقبلة في المجتمع التركي وخاصة نتحدث عن أحزاب عديدة دخلت هذه المرة في البرلمان نلاحظ أن أحزاب كحزب داود أغلو وعلي باباجان دخلت واستفادت من هذه النتائج بشكل كبير وخاصة بعد أن تحالفت مع تحالف الأمة مع كريشلار أغلو النقطة اللافتة في الانتخابات البرلمانية وحقيقة يعني كما ذكرت ضيوفك يعني الديولوجية القومية كانت حقيقة هي كانت واضحة أو عامل مهم في السلوك التصويت وهذا حقيقة يختلف عما تبعناه في السنوات الماضية كانت العامل المحافظ المحافظين هم مسيطرين بشكل كبير ولكن هنا القومية لماذا وصلت هذه المرحلة أو إلى هذه الدرجة أنا بتصوري هناك عدد من العوامل العامل الأساسي وهو التقارب حزب الشعب الجمهوري كريشلار أغلو مع الأكراد خلال الفترة الأخيرة الماضية مع حزب الشعوب الديمقراطي والنقطة المهمة والتي كانت أحد أسباب بوجهة نظري خسارة كريشلار أغلو حتى في الانتخابات البرلمانية كان هناك توقعات أن يكون الأغلبية المطلقة لهم الأصوات التي خرجت من حزب الشعوب الديمقراطي في الفترة الأخيرة يعني لم يركزوا على الاقتصاد المشكلة الأساسية في البلاد ولكن ركزوا على الأمور الوطن وأقصد هنا الوطن الكردي وهذا حقيقة يعني هناك عدد كبير من الناخبين في اللحظات الأخيرة كانوا يريدون التصويت لكريشلار أغلو لكن عندما سمعوا هذه الكلمات عادوا مرة تانية وصوتوا للرئيس أردوغان واضح دكتور رامي أود أن أسألك عن مكونين في المنتخبين مهمين جدا المكون الأول هم هؤلاء الشباب ذكرهم دكتور طاها وأنهم مهمين جدا في هذه الانتخابات ولكن أسأل شريحة الجنزي أو الجنريشن التكنولوجيا وهم الذين ولدوا في التسعينات إلى 2006 يعني في حياتهم كلها لم يعرفوا إلا رجب طيب أردوغان والعدالة والتنمية هذا المكون الأول الذي أسأل عنه لمن يصوتوا وكيف هي ذهنيتهم للتغيير أو نحو البقاء في استقرار الذين عرفوا منذ ولادتهم المكون الثاني هم المصوتون في الخارج تقريبا أكثر من 3 ملايين أو 3 ملايين ونصف من الناخبين هل يصوتون على أساس قومي على أساس عرقي هل يصوتون على أساس اقتصادي أو إديولوجي بالنسبة لشريحة الشباب باعتقادي أنها لم تختلف كثيرا عن البيئات الاجتماعية التي خرجت منها دعينا نشير نوفر بالرغم ما ذكره ضيوفك الكرام وأتفق مع جلوه لكن هناك نقطة أساسية كانت تصويت في معظمه تصويتا أيدلوجيا لذلك إذا ما نظرنا إلى الخارطة الانتخابية تجدين أن البيئات المحافظة على سبيل المثال والبيئات المتدينة في هضبة الأناظول كانت صوتت بشكل واسع لصالح حزب العدالة والتنمية على صعيد البيئات العلمانية والعلمانية المتطرفة والتي لها حضور في مدينة أزمير على سبيل المثال ومدن أخرى الحقيقة صوتت لصالح العلمانية وهنا التصويت كان أيدلوجيا أيضا بمعنى أن هناك نسبة واسعة ربما تتجاوز الستين بالمئة هي كانت تصوت أيدلوجيا بغض النظر عن السياسات هي لم تضع برامج الأحزاب وتدرسها وتأخذ الأفضل منها وإنما هي صوتت من ناحية أيدلوجيا وبالتالي كثير من هؤلاء الشباب صوتوا انطلاقا من البيئة الاجتماعية التي ينتمون إليها وهذا ربما لم يؤثر كثيرا لم يظهر صوت الشباب هناك فقط نقطة أساسية ربما أثر فيها الشباب وهي الحضور في المدن الكبرى حيث كان هناك تماس مع التكنولوجيا التي أشرت إليها وبالتالي استطاعت أحزاب المعارضة أن تظهر عوامل الضعف في الحكومة التركية سواء على المستوى الاقتصادي على مستوى الاستبداد ما بين الضفرين وتحول تركيا إلى دولة الرجل الواحد والحزب الواحد وهذا خطاب وجد تأثيره لدى فئات واسعة من الشباب التركي وبالتالي من هنا كان التأثير فقط في المدن الكبرى الذين هم على احتكاك مع الوسائل التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر وعريض أما فيما يتعلق بالقسم الثاني من سؤالك عفوا أليك انتذكيري به نعم طبعا هو موضوع المنتخبين في الخارج تقريبا عددهم ثلاث ملايين ونصف على أي أساس ينتخبون أيضا إديولوجيا ام اقتصادي ام قومي طبعا هم بالنهاية انعكاس للمجتمع التركي في نهاية المطاف لكن إذا ما نظرنا إلى بعض الدول على سبيل المثال كما تعلمين هناك غالبية تركية موجودة في ألمانيا صورت في مضمها لصالح حزب العدالة والتنمية لأن هناك صراع غربي وخطاب متوتر ما بين ألمانيا والدول الغربية من جهة وتركيا وبالتالي هذا أثر إيجابيا لصالح حزب العدالة والتنمية وقد استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يلعب على هذا الوطن خلال السنوات الماضية خصوصا فيما يتعلق بالإسلام والإساءات الكاريكاتيرية على الرسوم الكاريكاتيرية فهو استطاع أن يحقق شعبية معينة أيضا أجالية تركية كبيرة موجودة في السعودية أيضا صوتت لصالح حزب العدالة والتنمية وكان البعد الأيدولوجي حاضر ولكن إذا أخذنا على سبيل المثال المصوتين في السويد وفي النرويج والدول الإسكندنابية حيث هناك غالبية كردية كانت تصويت بكل تأكيد لصالح أحزاب المعارضة وهنا لم يكن المسألة لها علاقة بالداخل التركي أكثر منه علاقة بالقضية الكردية رجب طيب أردوغان للقوميين الأكراد هو شخصية مكروهة وينظرون بأنه يمثل عائقا أمام التحقيق أو التقدم باتجاه الحلم الكردي بعد الفاصل سنتحدث عن المواقف والرهانات قبل الدور الثاني لهذه الانتخابات بعد أسبوعين نبقوا معنا مرحبا بكم من جديد أعود إليك الدكتور سامير دكتور سامير مفاجأة الانتخابات إذا ما يصح القول لذلك المرشح القومي سينان أغان ركز في تصريحاته الأخيرة قبل الانتخابات وقبل الاقتراع أن هدفه الحالي هو أن لا يتم حسم الانتخابات من الجولة الأولى وإنما دفع البلاد إلى جولة ثانية نجح في هذا الخيار أو هذا الرهان أبدأ معك حول من هو سينان أغان ما هي شخصيته ما هي تركيبته ما هي خلفيته وهل سيسعى الآن أن يكون صانع الملوك؟ يعني طبعا المفاجأة الانتخابات أتفق معك كانت الكتلة القومية الشبابية الغاضبة المغبونة إذا شئت داخل المجتمع التركي التي وقفت إلى جانبه نسبة 5.3% ليست قليلة إطلاقا سينان أغان أكاديمي بالدرجة الأولى بالدرجة الأساسية ابن مدينة في شرق تركيا يساري في بداية عمله الحزبي والسياسي لكن التحول سريعا إلى التبني القومية والتحق بهذه الحركات تواجد في حزب الحركة القومية كنائب وأخرجه الحزب بعد مواقف مغايرة للشعارات والمبادئ التي تتمنها الحركة انفصل وبدأ يتحرك بشكل مستقل كما تتذكرين هو ترشح للرئاسة من الخارج وليس عضو في البرلمان دخل المعركة بشكل مستقل حصل على 100 ألف صوت رشحته لدخول المعركة وحصل على هذه النتيجة الآن سؤال مهم هل الكتلة التي تدعم سينان أوان ستبقى إلى جانبه في النعم وتقبل ما يقوله هذه برأيي مسألة صعبة للغاية لأنه كما قلت لك هناك شريحة مختلفة يعني لا يوجد له حزب سياسي أو تبني عقائد يوحد هذه الكتلة الهم من كل ذلك برأيي أنه احتمال أن نرى أنه كل الطرفين حزب العدالة وحتى تحالف المعارض أن لا يذهب وراء الحصول على دعم سينان أوان لأنه قد يكون هناك ارتدادات سلبية في حال التنصيق معه على أصوات بقية الشرائح في المجتمع التركي اليوم كان فيه ردوع فعل سياسية حزبية قوية من قيادات في حزب الحركة القومية خصوصا بعد لقاء الرئيس رجب طيب أردغان ودولة بحشلي تقول أنه خيار الابتعاد عن سينان أوان أفضل لا أظن الرئيس رجب طيب أردغان سيتمسك كثيرا بالتنصيق مع سينان أوان هذا ينطبق على المعارضة أيضا لأنه في عندها ميرال أغشنار القومية أيضا التي تتجنى بالدخول في تفاهمات قد تكون على حسابها لصالح سينان أوان إذا ما تم التنصيق معه دكتور طاها أود أن أسمع رأيك في هذا الموضوع بالتحديد سينان أوان خمسة في المئة نسبة كبيرة جدا فهمت من دكتور سمير أن ليس هناك التزام للناخبين بما سيطلبه منهم إن يطلب أو يدعوهم للانتخاب لأردغان أو لأوغلو ولكن كيف سيتم توجيه من وجهة نظرك هذه الكتلة خمسة في المئة يمكن أن تكون مرجحة لصالح طرف أو الآخر أنا بتصوري أعتقد أن النسبة التي حصل عليها سينان أوغان هي جاءت بعده هناك أول شيء انسحاب مثلا محرم إنجا من السباق الانتخابي وأيضا هناك غضب كبير خلال الفترة الأخيرة من كل الأطرافين ولكن حاليا بسينان أوغان هو يحاول قبل قرية كان له تصريحات تحدثة سوف يعقد اجتماعات مع كلا الطرفين ولكن أنا بتصوري الباب مغلق أمام حزب الشعب الجمهوري وأقصد خاصة في مينة علاق بعلاقته مع حزب الشعوب الديمقراطي وأعتقد إن تعاون أو فتح الباب سوف يخسر هذه الخمسة بالمئة الفرصة الوحيدة هو مع التحالف أو الاجتماع أو التنصيق مع الرئيس أردوغان أو تحالف الجمهور ولكن هناك مطالب تعجزية وخاصة فيما يتعلق بالحقاب الوزارية أو حتى نائب الرئيس وهذا مرفوض تماما وجهة نظري من قبل الحركة القومية لذا أنا بتصوري أعتقد حاليا المشكلة هي ليست ما بين أردوغان و سنانوغان المشكلة هي ما بين سنانوغان و كريشتلار أغلو لأن أي خلاف ما بين الطرفين سوف تنعكس إيجابيا على الرئيس رجب أردوغان النقطة الأخرى فيما يتعلق بالجولة الثانية هي لا تلزم أن يحصل 50 زائد واحد أعلى نسبة يحصل عليها الرئيس أردوغان في الجولة الثانية هو سوف يحقق النصر لذا أنا بتصوري أعتقد الفرص الكبرى هي أمام الرئيس رجب طيب أردوغان لتجاوز هذه المرحلة من دون أي تنازلات ولا أتوقع أن تكون هناك تنازلات كبيرة من قبل أردوغان دكتور رامي ماذا يريد الغرب؟ هل يريد أن يبقى مع رئيس خبيره لعقدين من الزمن عرف معه الجيد والسيء يعني فهمه بطريقة براجماتية سيعرف التعامل معه أم يريد أن يغامر مع شخصية جديدة تحالفه من ستة أطراف لا نعرف كيف سيحكم بعد ذلك تركيا وهي في وضع اقتصادي وحتى اجتماعي الآن مع هذا الانقسام العمودي والاستقطاب الكبير في وضع حرج نوعا ما بكل مثال بالخيار الثاني الغرب يريد الخيار الثاني يريد أن يكون هناك تغيير في تركيا لأن سائمة من حالة التناقض الموجودة في السياسة الخارجية التركية بالنسبة للغرب والقراءة الغربية الأوروبية أن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان جعل تركيا تضع قدما في الشرق مع روسيا بشكل خاص ومع الصين إلى حد ما وقدما في الغرب وبالتالي هذا التناقض دفع إلى سياسة براغماتية وأحيانا انتهازية من قبل تركيا يريد الغرب أن يرى سياسة قريبة منه كما كان الحال في تركيا تركيا كما تعلمين هي دولة نظريا على الأقل هي عضو في حلف شمال الأطلسي لديها علاقات واسعة مع الدول الغربية كانت تنظر ثقافيا إلى الغرب باعتباره للنموذج والمثال الذي تسعى إلى الوصول إليه وتسعى إلى الانضمام إليه أما الآن فهناك حالة محافظة وحالة براغماتية وانتهازية من قبل الرئيس التركي وبالتالي أي خيار آخر فهو خيار جيد بالنسبة للدول الغربية خصوصا أن ما تم التعبير عنه من قبل كنشدار أوغلو ومن قبل المتحالفين معه بأنهم يريدون بناء علاقات جيدة مع الدول الغربية قبل الانتخابات كان هناك اتهمات متبادلة الرئيس التركي رجل طيب أردوغان قد اتهم الرئيس الأمريكي بأنه يدعم المعارضة وهو ضد وصول أردوغان بل وأعطى أوامره كما ذكر في أحد الخطابات لعدم وصول أردوغان إلى سدة الحكم بالمقابل كان هناك اتهمات من كنشدار أوغلو إلى موسكو بأنها تتدخل في الانتخابات لصالح الرئيس التركي إذن التناقض الموجود داخلي معكس أيضا على الخيارات الكبرى وبالتالي الغرب يريد أن يرى هناك تغييرا في تركيا يجعلها تقترب أكثر منه نعم دكتور سمير أسبوعان هو وقت قصير جدا بالنسبة لهذه الحملة الانتخابية الثانية قبل يوم الحسم من وجهة نظرك هل أردوغان لديها حملة انتخابية جديدة لديها أوراق حسم تساعده على فوز بالاستحقاق في 28 من هذا الشهر يعني أظن الورقة الأساسية التي سيلعبها الرئيس رجب طيب أردوغان هي تفكك المعارضة تشارذم الطاولة السلسية والخلافات التي بدأت تظهر إلى العلن في صفوف قياداتها تبادل الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه النتيجة وهذه ستكون ورقة أساسية لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان هو كما قيل لن يذهب وراء تنظيم مهرجانات شعبية حاشدة كما جرى في الجولة الأولى سيتم انتقاء بعض المواد الأساسية في البرامج الحملات الانتخابية وسيتم التركيز عليها لكن كثير الآن من الأرأة هذا بأن النتيجة شبه واضحة في الجولة الثانية صعوبة أن تخرج المعارضة من هذه الأزمة التي تعيشها الآن وأن تنظم صفوفها لتذهب وراء انتخابات جديدة لكن في نقطة مهمة أنه حتى يعني فوز الرئيس رجب طيب أردوغان يعني أنه نعم سنرى في الداخل التركي خارطة تحالفات سياسية حزبية جديدة سنرى أسلوب جديد أنا وأنت لا نعرف كيف سيكون شكل حكومة في المرحلة المقبلة هل سيبقى حزب العدالة والتنمية بمفرده في السلطة أمس يدخل متحالفين طبعا بقية الحزاب التي دعمت واضح واضح نتحدث عن المحور القادم قبل ختام هذه الحلقة أستاذ طه المعارضة الآن المعارضة لديها أيضا أسبوعين للبرهنة على أنها تستحق الفوز أو أغلو يستحق الفوز بالرئاسيات وتغيير عشرين سنة من حكم العدالة والتنمية على ماذا سيعول على ماذا سيراهن في الفترة القادمة وهي فترة قصيرة أنا أتصور إلى حتى هذه اللحظة المعارضة هي لم تستسلم بالأمس كان هناك اجتماعات مكسفة لدى حزب الشعب الجمهوري ما بين إمام أولو ومنصور يواش وكوادر الحزب سوف تكون هناك استراتيجية مختلفة لحزب الشعب الجمهوري وفيما يتعلق سوف يتم التركيز بشكل كبير عودة من جديد لموضوع الاقتصاد والأزمة الاقتصادية عودة موضوع إلى موضوع الإرهاب دون المس بموضوع حزب الشعوب الدموقراطي وأيضا القضايا المتعلقة التي هي ممكن أن تحرج حزب العدالة والتنمية أو التحالف الجمهوري أعتقد هذه النقاط التي سوف يتم التركيز عليها ولكن هي الهامش أو هامش من نور مجد نظري هو ضيق جدا على خلاف هناك الحزب الحاكم الذي استطيع أن نقول أنه هو أرياحية على سبيل المثال سألت قبل قليل دكتور سمير فيما يتعلق بموضوع استراتيجية الحزب خلال المرحلة المقبلة بالأمس لاحظنا أن الحزب الشعوب الدموقراطي منع عدد كبير من المنكوبين الذين يقومون في الفنادق إخراجهم من تلك الفنادق بسبب عدم التصويت لهم الرئيس أردوان بالأمس تحدث وقال بأنه سوف يقوم بزيارة هذه المناطق المنكوبة يوم السبت والأحد حتى لو أنهم لم يصوتوا له فأنا أعتقد أن هذه إحدى النقاط الإيجابية التي يستطيع أن يفهم شعبه وأقصد عن الرئيس أردوان عن عكس المعارضة التي حقيقة كانت بعيدة عن الميدان عن ما يراه الشعب نعم دكتور رامي مرجح المعارضة أغلو تعهد بترحيل اللاجئين السوريين واللاجئين السفعامة والسوريين خاصة خلال عامين إذا ما أصبح رئيسا هذا تعهد خلال الحملة الانتخابية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان كنا تابعنا خلال الفترة الأخيرة كل الخطوات التي أقدم عليها هو وحكومته للتقرب من دمشق من وجهة نظرك إلى أي مدى كانت هذه الورقة ورقة اللاجئين السوريين هي ورقة مهمة تم توظيفها خلال هذه الانتخابات من قبل الطرفين كم راقب من بعيد باعتقادي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعامل ببراعة مع هذه الورقة واستطاع سحبها من المعارضة التي تجاوزت في بعض الأحيان حدود الخطاب السياسي إلى خطاب عنصري في كثير من الأحيان ولكن الرئيس التركي تعامل بشكل واقعي عند محاولة الاقتراب أكثر من النظام السوري إقامة علاقات جيدة ومحاولة الوصول إلى إقامة علاقات جيدة والحديث إلى الشارع التركي بأنه يتحدث بشكل واقعي عن عودة هؤلاء عبر إيجاد حل سياسي وعبر وصول إلى تسويات مع الحكومة السورية ومع الرئيس السوري بشار الأسد بينما المعارضة الحقيقة لم تبدي خطة حقيقية من أجل التعامل مع هذا الملف الذي يثير الكثير من النقاش داخل تركيا والذي تم التركيز عليه إعلاميا بالدرجة الأولى لذلك ورقة اللاجئين السوريين تم سحبها من قبل الرئيس التركي رجل طيب أردوغان تم سحب أيضا ورقة وهي على غاية من الأهمية نوفر وهي الورقة الاقتصادية بالرغم من كل السلبيات التي يمكن الحديث عنها في سياسة الحكومة التركية خلال السنتين الماضيتين ولكن المعارضة بالفعل لم تستطع التعامل مع هذه الورقة وتظهر أن لديها بديل حقيقي يمكن أن يكون بديلا عن سياسة الحكومة التركية فيما يتعلق بأسعار الفائدة فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية وما إلى ذلك وبالتالي الحقيقة أوراق الضغط التي كان يمكن أن تستخدمها المعارضة لم تستطع الاستفادة منها وتعامل معها الرئيس التركي بشكل جيد جدا واستطاع أن يجيرها لصالحه الحقيقة نقطة ملفتة للنظر وهي أن المناطق التي تعرضت للزلزال خلال الشهور الماضية صوتت في معظمها لصالح حزب العدالة والتنمية ولصالح الرئيس التركي رجل طيب أردوغان وهذه ورقة كان يمكن أن تضغط من خلالها المعارضة ولكنها أيضا لم تستطع التعامل بالمناسبة الرئيس التركي عند بداية وصوله إلى السلطة في بداية الألفين تحدث عقب زلزال المدمر أيضا وقال الزلزال لا يقتل البشر ولكن سياسات الحكومة هي التي تقتل الناس والآن لم تستطع المعارضة أن تقول نفس الجملة وأن تقنع الأتراك بأنها تستطيع أن تضغط على حكومة العدالة والتنمية في هذه الأساسية وربما هذه التي أشر إليها أستطها منذ قليل أن الأحزاب المعارضة جميعها كانت بعيدة ومنقطعة نوعا ما عن الشعب وأوجاع الشعب وطبعا لم تخطبه هذه الأحزاب بلغته ولم تنزل إليه مثلما فعل حزب العدالة والتنمية رغم المشاكل ورغم الإنهيارات الاقتصادية التي يعيشها بسبب سياساته وهذه المفارقة مهمة جدا بعد الفاصل سيناريوهات الحسم ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد أعود إليك دكتور سمير كنا أنهينا الجزء قبل هذا الجزء بالاقتصاد هي أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها تركيا منذ أكثر من عشرين عاما وخاصة في فترة العدالة والتنمية ورئيس أردوغان ولكن لم تكن نقطة تم توظيفها في هذه الانتخابات ولكن لم تكن مهمة في اعتبارات الناخب سؤالي هل في العملية الحاسم في الانتخابات والدورة الثانية يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية أم سيبقى دائما الحافز هو إديولوجي يعني أظن أنه موضوع الاقتصاد من الصعب جدا أن يحظى بأي ثقل في الحملات الانتخابية في الجولة الثانية طالما أنه قيادات العدالة والتنمية نجحت في تحييد هذا الملف وسحب هذه الورقة من يد المعارضة الفرص المعارضة معروفة تماما في الجولة الثانية كيف ستتحرك ولما ستكون الأبلوية ستحاول كسب أصوات سينان أغان كما قلنا ستحاول أن تستفيد من أصوات النسبة حوالي 12% لم تذهب إلى الصناديق إقناعها بالحضور ودعمها في العملية ستحاول مواصلة التنصيق مع حزب الشعوب الديمقراطية يعني لا يوجد خيارات كثيرة أمامها لكن في نقطة أيضا أن حزب الاعدالة والتنمية يعرف أيضا في المرحلة المقبلة حتى لو انتهت الجولة الثانية لصالح الرئيس رجب طيب أردوان لعبة التوازنات الجديدة في الداخل تتطلب مراجعة حقيقية في مواقفه وسياساته كما قلنا موضوع الصعود القوميين موضوع الأصوات النسبة للأصوات التي حصلت عليها تكتلات المعارضة مؤشر حقيقي على أن الطرح الذي كان يحاول البعض أن يردده في تركيا وخارج تركيا أنه مسألة صعود الإسلام السياسية أو فرص للجماعات الإخوان لتستفيد من الحالة الموجودة السياسية والحزبية في تركيا برأيي كل هذه المسائل تغيرها وتستغير الاستمرار على ضوء هذه النتائج سابقا معك في نقطة إذا ما فاز رجل طيب أردغان بالرئاسية وتم تجديد العهدة له هل سيتمكن من الحكم في بلد أصبح متشردما مستقطبا وخاصة هذا الاستقطاب العمودي ومع معارضة أصبحت خوية جدا داخل البرلمان أو خارجه تماما هذا ما نتحدث عنه لذلك أنا أتفق معك ضرورة أن حزب العدالة والتنمية أن يأخذ بالأرقام بلعوبة التوازنات الجديدة السياسية والحزبية داخل البرلمان وخارجه وهو أساسا بدأ عملية المراجعة والتغيير كما تعرفين في العامين الأخيرين باتجاه الخارج نعم الكثير من التعديل والمراجعة الآن المتبقي هو في الداخل يعني نحن مثلا نحتاج في تركيا إلى دستور جديد المعارضة أعلنت أنها تدعم هذا الفكرة والحزب الحاكم أيضا هل سنناقش صناعة دستور التركي جديد في الداخل التركي في الأشهر القادمة هذه بين النقاط الأساسية التي سنطرحها لأن الموضوع أيضا لديه علاقة بشخصية رجب طيب أردغان وهل هو قادر أن يحكم وهل تعود أنه يقود البلد تقريبا بنفسه فقط بقيادته فقط هل سيتعود على أن يكون هناك أطراف أخرى فاعلة معه في تحديد مستقبل البلد هذا أيضا هو الرهانة المهمة على مستقبل تركيا السيد طاها ما أهمية أن يكون هذا الرئيس المقبل لتركيا أغلبية في البرلمان هذا طبعا لتمرير بأريحية قوانين وتشريعات بالنسبة للبلد هذا ينطبق فقط على حالة رجب طيب أردغان الذي تمكن من أكثر من نصف مقاعد البرلمان بالنسبة لأغلو إذا ما فاز هل سيكون هناك تعطيل بين الرئاسية وبين التشريعية أنا بتصور أكيد وأضرب لك مثال على ذلك ما حصل في بلدية إسطنبول عندما فاز أكرم إمام أغلو في عام 2019 المجلس البلدي في بلدية إسطنبول هو معظمه وجل هو من حزب العدالة والتنمية إلى حتى هذه اللحظة هناك تم تعطيل عدد كبير من القوانين ونلاحظ أن إمام أغلو هو غاب عن المشهد حتى في الفترة الأخيرة دائما يسألونه أين أنت وخارج إسطنبول لذا في حال فازة وهذا مستبعد كريشتار أغلو في الرئاسة سوف يكون هناك مقيد لأن هناك نتحدث عن دولة الرئيس أردغان 20 سنة 20 عام يحكم البلاد سوف تكون معارضة قوية جدا وسوف تكون كل قراراته صعب جدا تمريرها لذا أنا بتصور أعتقد حاليا المعارضة التركية والسيد كما كيشتار أغلو بين النارين فيما يتعلق إن كان إن فاز الحكومة وإن خسرة سوف يخسر حياته السياسية وخاصة كما تفضل ديوفك وذكره بأن هناك المشاكل والتصدعات بدأت منذ اللحظة الأولى يعني لحظنا أن كما كيشتار أغلو بعد الخسارة قام بإقالة عدد كبير من المسؤولين في حزبي والمشاكل التي يعني ظهرت للعلن ناهيك عن المشاكل الخفية التي لم تظهر حتى هذه اللحظة نعم دكتور رامي أعرف أنكم جميعا فهمت من كلامكم أنكم تتوقعون أن رجب طي بارتغان هو من سيفوس في الدورة الثانية ولكن دعني أسأل إذا ما فاز أغلو منطقيا كيف يمكن لتحالف فيه ستة أطراف أن يسود ويحكم في دولة مشاردة ما دائما أقول حزبيا ومستقطبة جماهيريا وشعبيا مثل تركيا اليوم ربما هذه ستكون الصعوبة الأخف التي يمكن أن يعانيها الرئيس المكمل إذا كان أغلو باعتقد أن هناك الكثير من الصعوبات أهمها وأبرزها أن هناك سيطرة لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجل طيب أردغان ليس فقط على البرلمان ولكن على مفاصل الدولة برمتها إذا ما رجعنا إلى الانتخابات التي حدثت وراحضنا وسائل الإعلام وعلى رأسها وكالة الأنظول التي كانت كما اتهمت من قبل المعارضة بأنها صوت الرئيس وصوت حزب العدالة والتنمية وهذا ينطبق على مؤسسات الدولة التي بالفعل استطاع الحزب حزب العدالة واستطاع الرئيس أن يسيطر عليها وأن يستخدم مبدأ الولاء بدل مبدأ الكفاءة وبالتالي باعتقادي أن هناك الكثير من الصعوبات التي سوف يواجهها الرئيس إذا كان ينتمي إلى المعارضة بدءا من المخابرات بدءا من الجيش بدءا من المؤسسة الأمنية انتقالا إلى البرلمان وانتقالا إلى حالة التشرذ السياسي وحالة عدم التأييد على مستوى وقطاعات واسعة كثيرة اجتماعية لكن لذلك سوف يدخل في مغامرة غاية في الصعوبة ومهمة تكاد تكون مستحيلة إذا ما وصل إلى منصف الرئاسة مع أن كما ذكرت هذا مستبعض حتى الآن دكتور سمير قبل أن أذهب إلى السؤال الختامي أود معك أن نفهم شخصية إردوغان لأن تركيا التي سيستلمها بعد الفوز إذا ما فاز بعد أسبوعين ستكون مخالفة تماما لتركيا التي حكمها لمدة عقدين لأن نصفها يرفضه ولم يصوت له وهو عليه أن يحكم هذه تركيا في هذه الأزمات التي تتمور بها ويحاول أن يوحدها هل شخصيته قادرة على التوحيد يعني بالنسبة لتجربة وخبرة الرئيس رجب طيب أردوغان في العمل السياسي والحزبي كما تعرفين حوالي 65 عاما في قلب المشهد الحزبي والسياسي في تركيا منذ الصغار لا مشكلة إطلاقاً في أن ينجح الرئيس رجب طيب أردوغان في إقامة معادلة التوازنات برأيي يبقى تسهل له البقاء على رأس السلطة المهم الآن هو قراءة الأرقام والمعطيات كما قلت لك النتائج بطريقة عملية براجماتية والتعامل معها على هذا الأساس وأظن هذا ما سيفعله الرئيس رجب طيب أردوغان إذا ما فاز في الجولة الثانية فوز مرشح المعارضة كما قلت لك في الجولة الثانية يعني أنه خيار التفاهم بين كلا الطرفين وهذا احتمال صعب جداً على إدارة شؤون البلاد وإما الذهاب مجدداً إلى انتخابات مبكرة وهذه أيضاً برأيي مسألة يعرفها تماماً الرئيس رجب طيب أردوغان لذلك في حال فوزي في الجولة الثانية سيباشر فوراً بعين الاعتبار مسألة أين أخطأنا سأختم معكم بتساؤل واحد أعود إليك ستطها ما التغيرات التي يحملها هذا الاستحقاق الرئاسي القادم لتركيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي طبعاً كيف ستتغير تركيا في المستقبل أياً كان الرئيس ستطها أنا تصور أعتقد على كل الحالتان من سوف يفوز هناك تغيرات بشكل كبير التركيز سوف يكون جل في المرحلة الأولى أقصد في العام الأول على الاقتصاد هناك لاحظنا في الانتخابات البرلمانية حالة فجوة ما بين القوميين والأكراد وما بين الإسلاميين والمحافظين هذه أحد التحديات التي تواجه الرئيس الجديد أعتقد هذه هي أحد النقاط الصعبة التي سوف تكون تمثل تحدي كبير للرئيس القادم أستاذ رامي دكتور رامي باعتقاد التغير القادم هو تغيير الدستور حتى يبقى الرئيس رجل طيب أردوغان مرة ثالثة ورابعة باعتقاد هذا هو ربما ألمح إليه الدكتور سمير صالحة قبل قليل وباعتقاد هذا هو المشروع القادم أما تغييرات حقيقية في إطار النظام السياسي والاقتصادي باعتقاد لن نرى الكثير سوى مزيدا في إطار الإقليمي وفي الإطار الدولي هذا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات حادة كما شاهدنا خلال السنوات الماضية لكن التغيير الأهم الذي سوف يبدأ الحليف عنه بمجرد نهاية هذه الانتخابات هو تغيير الدستور مرة أخرى لكي يبدأ عداد الرئاسة من الصفر مرة أخرى بالنسبة للرئيس التركي كلمة الختام معك دكتور سمير تركيا بعد هذه الانتخابات ما هي ما لم يحوها من وجهة نظرك يعني أظن صباح التاسع والعشرين من أيار المقبل ستواصل تركيا سياساتها الإقليمية والدولية هذه السياسات المفتحة أكثر على جانب الروسي وربما الحالة القائمة في التعامل مع الغرب النقطة الأهم هي مواصلة سياسة المصالحة والتطبيع والانفتاح على دول الجوار في العالم في العالمين العربي والإسلامي وكما قلت لك دستور تركي جديد عصري الرئيس رشبتي باردوان بعد الآن لن يكون بين أولوياته طلب البقاء على رأس السلطة لحقبة جديدة بعد فوزه في الجولة الثانية من المعركة سيفتح الطريق أمام مسار سياسي حزب جديد في الداخل التركي برأيه بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من قابل النقاش التي كان عنوانها تركيا تجرب للمرة الأولى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية تجاهات الحصم شركنا في التحليل ونقاش من إسطنبول كل من الدكتور سمير صالحة وأستاذ العلاقات الدولية والأستاذ طه عودة أغلو الكاتب والباحث السياسي ومن باريس كان معنا دكتورامي خليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة على صفحة قابل النقاش عن الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دمين الإعلامي على الأنترنت حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية أمام الرئيس التركي القادم اقتصاد لم ينهض بعد من صدمات كورونا ولا من تبعات الزلزال فبراير الماضي ولا من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المتفاقمة في حال إعادة انتخاب الرئيس المنتهي ولايته وهو أمر وارد جدا فمن الوارد أيضا أن يعيد النظر في سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي يتبعها منذ أمد بعيد أما في حال وصول مرشح المعارضة لكرسي رياسة فإن أولى أولوياته وحسب خطاباته هي العمل بأجندة اقتصادية تعالج جميع المشكلات الاجتماعية والاختلالات الاقتصادية في كل الاحتمالات وإن كان خيار الأتراك في جولة الإعادة فإن طريق رئيس تركيا القادم لن يكون مفروشا بالورود ترجمة نانسي قنقر